زيت ربع كوب خمسين غرام تقريبا. نصف بصلة. قطعة قطعة صغيرة. تقريبا نقلب حتى تدبل. نوضع واحد كوب ونصف دجاج فليه مقطع. 300 غرام او حسب الرغبة. نقلب حتى تغير لونها. نوضع الخضار واحد كوب من خضروات 150 غرام. اختياري هي الخضار. انواع الخضار اختياري. ممكن المتلجة. ممكن خضار مجمدة. ممكن تغيرها. واحد كوب ارز. 200 غرام. نقلب قليل. نوضع اثنين مكعب مرق الماجي. او ممكن نبدل المرق بالملح. لان المرق في ملح. فلفل اسود نصف معلقة صغيرة اثنين غرام. قلفة ربع معلقة صغيرة واحد غرام. الهيل ربع معلقة صغيرة واحد غرام. يعني رشة خفيفة. نقلب قليل. نوضع واحد ونصف كوب ماء. هو المفروض الرز هذا اثنين كوب ماء. ولكن الخضروات والدجاج في موجود في السوائل. والبصل. فيه في داخله سوائل. مش محتاجين اثنين كوب محتاجين كوب ونصف. عند الغلايان بنغلق الوعاء. ونخفض الحرارة اقل شيء. بننزل الحرارة الى اقل شيء. تقريبا حتى تجف الماء او تقريبا حدود دقائق. هيك بعد خمس دقائق نقلب وبنغلق الوعاء. وننتظر قليل. خمس دقائق اخرى. هيك صار جاهز. هو يفضل انه بعد ما يجهز نرفع الوعاء من من النار. ننتظر عشر دقائق قبل التقديم. ولكن انا عشان التصوير سكبك بسرعة. ومفروض انه منتظر عشر دقائق قبل السكب او قبل التقديم. صح والف عافية. انتظرونا وصفة جديدة. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا اكتدة لكم مع السلام.